السلام الهش في مدينة الحديدة يدخل مرحلة صعبة في ظل التنامي المطرد للعنف والمواجهات المسلحة والاستهداف المباشر للفرق التابعة للأمم المتحدة فقد استهدف مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي موظفين تابعين للأمم المتحدة كانوا في طريقهم إلى مطاحن البحر الأحمر جنوب شرق المدينة حيث يتواجد أهم مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي وذلك لمعاينة الوضع الراهل لتلك المخازن بعد أنباء تحدثت عن تعرضها لتسوس والتعفن وبحسب مصدر في التحالف الذي تقوده السعودية فإن أكثر من مئة موظف من برنامج الأغذية العالمي منعوا من الوصول إلى مستودعات مطاحن البحر الأحمر في تراجع عن التزام كان الحوثيون قد قطعوه للأمم المتحدة بهذا الخصوص من جانبها أفادت مصادر قريبة من الحكومة بأن ميليشيا الحوثي لم تكتفي بمنع الموظفين الدوليين من الوصول إلى المخازن الحبوب بل أطلقت النيران بكثافة على موظف برنامج الأغذية العالمي وعاملين آخرين لمنعهم من الوصول إلى تلك المخازن وبحسب المصادر ذاتها فقد تطور الأمر إلى محاصرة الموظفين الأمميين وتهديدهم بالقتل بعد أن تم سلبهم المعدات والسيارات وتم إجبارهم على العودة من حيث أتو إلا أنه لم تصدر حتى الآن تأكيدات من جانب الأمم المتحدة بشأن تهديد موظفية الأمم المتحدة وسلبهم وعداتهم فيما كانت قد حذرت في وقت سابق من مخاطر تعرض الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي المخزنة في مطاحن البحر الأحمر للتعفون واتهمت ميليشيا الحوثي برخض السماح لها منذ سبتمبر الماضي وحتى اليوم بالوصول إلى أماكن التخزين تلك باستثناء زيارة يتيمة في شهر فبراير الماضي وكانت تقديرات للأمم المتحدة تعود إلى شهر سبتمبر من العام الماضي قد تحدثت عن أن مخازن الحبوب في مطاحن البحر الأحمر بالحديدة تحتوي على 51 طن من الحبوب كافية لإطعام أكثر من 3.700.000 إنسان لمدة شهر كامل وعلى صعيد الجهود السياسية التقى رئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال الدينماركي مايكل لوليسجارد الفريق الحكومي في لجنة التنسيق المشتركة كما التقى ممثلين عن أهالي الدوريهمي الذين عرضوا عليه قضية عشرات المحتجزين من أبناء المنطقة لدى الحوثيين والذين يجري اتخاذهم دروعا بشرية في مناطق التماس مع القوات الحكومية